السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض وعن الهجرة فإذا عجبك العنوان تخليك معنا للآخر لأنه اليوم رح نتكلم عن أسئلة عدد من المتابعين وصلتني حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين بالذات سؤال لو قدمت وأنا أعزب وتزوجت قبل المقابلة أو كنت متزوج عند تقديم الطلب وأنجبته طفلا قبل المقابلة بأكم يوم أو أكم أسبوع هل أستطيع أن أضيف زوجتي وابنتي الجواب نعم صحيح سهل جدا بكل سهولة بتكلم شركة التوظيف بتبعت لهم الورق هم ببلغوا الشركة أنه هذا الزلمة كان أعزب صار متزوج يعني كان واحد صار اثنين أو كان متزوج صار عنده طفل يعني كان مقدم لشخصين صارت عائلته ثلاث أشخاص بكل بساطة بتزيد الرسوم عليك لأنه فيه فرد جديد ولكن بيضيفهم إضافة على المعاملة ما بفتح معاملة جديدة حبيبنا اللي في الخليج بيقول لك هل أستطيع المقابلة في بلدي لو أنا مغترب بالخليج وهل أستطيع تحويل مكان المقابلة سؤال جميل جدا وهذه الشغلة صارت معي أنا شخصيا أنا لما قدمت 2018 لما بلشت أمشي بمعاملة الهجرة كنت في عمان كنت أشتغل في مستشفى حكومي في عمان بعدها بثلاث سنين سافرت على قطر وأنا لسه مش ناجح آيلتس أصلا ومعيش لا فيزا سكرين ولا بريورتي ديت ولا إشي بكل بساطة بعت إيميل للمحامي تبع شركة التوظيف قلت له ابعت إيميل للسفارة الأمريكية أو للدائرة الهجرة نفسها يقول لهم الزلم هذا صار في قطر إذا صار مقابلة بتحولوا له مقابلته على السفارة الأمريكية بالدوحة المعاملة أخذت ثلاثة شهر وفيما بعد خلاص ثبت تماما إنه لما تصير المقابلة رح أقابل بالدوحة بعض الناس شو بيسوي بيكون أردني بيشتغل في قطر أو مصري بيشتغل في السعودية بروح بيختار إنه المقابلة تكون في بلده وهذا خطأ كبير جدا ليش؟ شوف مبدئيا الجواب على سؤالك إنه تقدر تحدد موعد مقابلة في السفارة الأمريكية في دولة معينة بشرط إنك تكون مواطن أو مقيم في هاي الدولة فإنت ده كنت أردني وساكن بالأردن وبتشتغل بالأردن اختار مقابلة السفارة الأمريكية في عمان لو كنت أردني مقيم في قطر وبتشتغل في قطر وطول السنة في قطر مع عدل ثلاثة أربع سبيع جس تكس سنوية فاختار المقابلة بالسفارة الأمريكية في الدوحة ليش؟ لنفرض أنك شغال في قطر أو دبي وروح تقابلت في السفارة الأمريكية الموجودة في بلدك ممكن تقدم الطلب ناقص ورقة أو ثنتين ما رح يرفضوك لكن رح يحطك على إشيء اسمه إجراء إداري Administrative Process الإجراء الإداري هذا معناته أنت مقبول بشرط أنك تجيب الورقة هاي شو بده يسوي فيك؟ بده يقول لك غيب شهرين معك شهرين أنك تدبر هالشي هذا اللي طلبتها أو هالشيهتين هذول في الشهرين هذول جواز سفارك وبده يدار في السفارة فكيف بدك تخلص أربع أو خمس أسابيع إجازتك وترجع لدبي أو السعودية أو قطر وانت جوازك مش معك؟ واحد من البنات بتسأل هل يمكن أن أقدم الامتحان لنفسي هيك فايدة شخصية يعني بدون مسافر لأمريكا يعني بده أضيف S-V تبعي بدل ما أقول عندي مزاولة مهنة من بلد أقول عندي مزاولة من بلدين شوفي علي نصيحة إذا ما كنتي بدك تبدي بالـ Process Package من أولها لآخرها لا تخش بالقصة لأنه راح تكلف فلوس كثير جدا راح تكلف وقت كبير جدا وفي النهاية هذا الامتحان ما بنفعك إلا بالشغل جوه أمريكا فليش تقدمي رخصة مزاولة في بلد أنت ما راح تدخليها؟ نقطة ثانية ممكن يفيدك بحالة واحدة لو رحت على دولة خليجية مثلا قطر وأظن أبوظبي لو كنت ناجحة في امتحان إنكليكس تبع أمريكا أو سيبتي تبع بريطانيا فأنت لما تيجي تقدمي إلى رخصة مزاولة المهنة اللي هو برومتر قطر أو الهاد تبع أبوظبي بكل بساطة بتدفع رسوم الرخصة وبتستلميها ما في امتحان اللي معاه امتحان أجنبي أو غربي أو بالذات الأمريكا والبريطاني هذول الأثنين بالإسم ما بيقدم امتحان رخصة مزاولة المهنة في دول الخليج في هاي الحالة بفيدك لكن هل أنت مستعدة تدفع 1900 أو 1800 دينار على امتحان بس عشان تزيد السطر على السيفي وبس عشان لما تروحي على دول الخليج وتوفر على حالك 200 أو 300 دينار رخصة امتحان الخليج كلام فارغ من وجه النظري ما احترام إليك بعض المستشفيات مثلا كليفلند أبوظبي هذا المستشفى لو عارف أنه معاك رخصة انكليكس أمريكية بعينك يعني هذا سبب أو ميزة عشان عينك عليها لكن لو أنت حاب تظل في بلدك مش انفكري تتغربي لا أمريكا ولا خليج ولا أي دولة ما بنصحك تضيع وقتك وفلوسك على إشي ما راح يلزمك في إشي تقدر تأخذ لهذا التبع أبوظبي أو برمطر قطر مش راح يكلفك 600 دينار سؤال كم أخذ من المال عندما أذهب إلى أمريكا وما في رقم محدد لكل الناس لأنه في ناس مصرفجي في ناس مبذر في ناس بخيل في ناس صرف ومتوسط وفي ناس بسافر لحاله عزابي وفي ناس بكون متزوج وعنده عائلة كبيرة وفي ناس متزوج لكن بروح لحاله ولما يستأجر بيته وقثثه وظبط الوضع بيبعث للعائلة بتلحقه بيطلع لك على فكرة بتقدر تعمل هيك فما في رقم محدد لكن يعني بنحكي بالكثير لو أنت بتجاوز عندك ثلاث أو أربع أطفال يعني لو أخذت لك 10,000 دولار كويسات وكويسات كثير لأنك راح توصل أمريكا بدك تكسي وصلك للبيت اللي استأجرته أو الفندق راح توخد لك فندق ثلثة أربعة أيام على بينما تستأجر بيت راح تستأجر بيت استأجار البيت راح يأخذ منك أجار أول شهر وأجار آخر شهر من تعقدك سنة وأجار شهر تأميم بدك تدفع ثلاث شهور راح يكلفك يعني من أقل شي أقل شي ألفين ممكن ثلاث شهور هذا الوصل هو أربعة ألف رس أو خمس تلاف هاي لحالها أثاث البيت أقل شي بدك ألفين ثلاث وبدك تصرف حالك أجل شي أسبوعين أو ثلاث لغاية ما تبلش شغل على فكرة الراتب بأمريكا بنحسب بالساعة وبنقبض كل أسبوع أو أسبوعين فإنت راح تقعد أسبوع تدور على شغل ثلاث أسابيع ورح يجيك الراتب يا إما كل أسبوع يا إما كل أسبوعين فحرفيا أنت أول راتب تستمعه بعد وصولك أمريكا بستة أو سبع أسابيع فبدك مبلغ يكفيك مصروفك سبع أسابيع أقل من شهرين وبعض الشركات ممكن تعطيك مبلغ تمشي في حالك عبين ما تلاقي شغل أو عبين ما تسلم أول راتب برضو هاي النقطة بالذات اسأل الشركة اللي أنت متفق معها إذا بيساعدوك فيها أو لا ولو ع سبيل الدين وبعدين بيقصطوهن عليك سؤال هل يجب أن أجدد جواز السفر قبل المقابلة هو الأفضل أنك تجدده كل مكان ضيله كثير لما ينتهي بيكون أحسن لك بس بما أنك لازلت ما بتعرفش متى المقابلة خليك زي ما أنت لما تعرف متى المقابلة لازم تدخل على المقابلة وانت جواز سفرك ضيله أكثر من ست أشهر حتى ينتعي ليش؟ لأن الجواز رح تنحط عليه الفيزا الفيزا صالح على ست أشهر لو الجواز مثلا ضيله شهر وبنتي بدك تجدد الجواز وتجبلهم الجواز الجديد وحطوا عليه الفيزا من أوله جديد فلأ الفيزا صالح على مدة ست شهور لازم يكون الجواز على الأقل صالح على ست شهور ويوم فلو عرفت متى موعد المقابلة ووقت المقابلة الجواز ضيله خمس تشهر أو أربعة تشهر أو ثلاث تشهر وبنتهي روح تجدده أنا قابلت والجواز ضيله سنتين عادي سؤال عجيب غريب الكل بيسأله وهو مالوش أي معنى إلى أي ولاية أذهب شف أمريكا بلد كبير جدا في المساحة متنوع جدا فوق ما تتخيل من جميع النواحي سواء من ناحية الجو ومن ناحية طبع الناس اللي في كل ولاية من ناحية مستوى المعيشة من ناحية مستوى الرواتب من ناحية مستوى إجارات البيوت من ناحية أشياء كثيرة جدا فصعب جدا أنك تلاقي واحد ينصحك إلا من تجربته الشخصية نص الناس رح يكون قاعد في مكانه وما بسقوط رح يقول لك أحسن الولاية اللي أنا فيها ونص الناس رح يكون قاعد في مكانه ومش مرتاح ورح يقول لك غلطة عمري أنه رحت على المكان الفلاني روح وين ما بدك إلا الولاية الفلانية فإنت في النقطة هاي شاور شركة التوظيف رح تختار لك إشي وسط ينفعك من ناحية ويتكون واحد من الولايات اللي مسموح لهم يشتغلوا فيها من ناحية ثانية هل شرط أن أحددها وقت تقديم طلب الهجرة طبعا لا لما تبلش بالبروسيس مش شرط أنك تحدد أو تعرف وين بدك تروح لكن يوم المقابلة رح يسألك أنت وين رايح بدك تعرف شو تجاوب واللاحظ أنا شو قلت بدك تعرف شو تجاوب قبل المقابلة بيوم لازم تكون عارف بينك وبين حالك أنت والرائح لو هذا الحكي بيختلف عن الموجود على الورق بدك تتطر تحكي إشي وتعمل إشي ثاني في ناس راحوا على المقابلة قلوا لهم أنا بدي أروح على ولاية نيو مكسيكو مدينة كذا وكذا مستشفى كذا وكذا لأنه هذا الحكي المكتوب بالعقد اللي هو قدمه للسفارة لكن بينه وبين نفسه بدروح على مينيسوتا ما رح يمسكك واحد أول ما تنزل من الطيارة ويقول لك غصبا عنك حساب تطلع من سهوتا مدام دخلت البلد أنت الحر تروحون ما بدك سؤال من إحدى الزميلات ما هي أفضل سفارة للمقابلة أنا فاهم هذا السؤال له هدف معين أفضل سفارة للمقابلة اللي هي سفارة أمريكا في الدوحة في دولة قطر المقابلات فيها أسرع إشي فلو أنت أردنية ساكن في الأردن مصرية ساكن في مصر سورية ساكن في سوريا تونسية ساكن في تونس شو ما كانت جنسية مدام أنت في بلدك ولقيت عقدين أو ثلاث واحد في قطر والثاني في دولة ثانية لا روحي على قطر على الأقل اللي بتستفيد أنه مقابلة السفارة راح تكون أسرع الفترة اللي ما بين أو ما بين تعبئتك لطلب الـ DS260 لحد المقابلة اللي هي من خطوة 17 إلى 23 هاي هي الفرق الوحيد اللي بين السفارة الأمريكية في الدوحة السفارة الأمريكية في عمان السفارة الأمريكية في القاهرة هاي الفترة بتفرج في الدوحة من 6 إلى 8 شهور في البحرية الكوية يمكن 9 أو 10 شهور في الإمارات السعودية يمكن سنة سنة وشهرين في الأردن سنة ونص في مصر من سنتين ونص إلى ثلاث وهكذا طبعا كل سنة يا إما بصير الدور أجل يا إما بصير الدور أكثر حسب عدد الناس اللي بتقدموا لكن إجمالا السفارة الأمريكية بالدوحة أسرع سفارة في المقابلات من ناحية الفترة بين 17 و 23 اللي هي فترة الانتظار ما بين أنه ورقك كامل وإنت مقابلتك شكرا للسؤال قبل ما أكمل الأسئلة هاي فائدة يعني كسبتها من الحياة لو أنت قدامك شغلتين أو خيارين هل أنا أظل في بلدي ولا أطلع على القطر هل أظل في بلدي ولا أروح على دبي طبعا أنا أصلا مجدم هجرة لبريطانيا أو كندا أو أمريكا نصيحة لوجه الله وهذه الكلمة تكتب بماء الذهب نصيحة للكل اشتغل على كل خيار في حياتك كأنك ما عندك غيره يعني أنا اليوم شغال في الأردن بكرة رح أوقع عقد مع مستشفى في قطر أو دبي أو السعودية أو أي مكان ثاني كمان سنة رح يكون ورق جاهز لأمريكا أو بريطانيا أو كندا الإشي الموجود اليوم بشتغل عليه صح اللي أطلع قطر بطلع بظل هناك سنة سنتين ثلاث جهز ورق لأمريكا بطلع أمريكا ما جهزش ورق لأمريكا هني جاعد في قطر والعيش كويسة والراتي وكويسة والشعب محترم كل إشي تمام فلا ظل لك جاعده نايم إنه خلص أنا قدمت لأمريكا مش رح أعمل إشي غير لما يردوا علي بل كي رفضوا كل ضايع سنتين ثلاثة ألفا دي لماذا لا أستطيع عمل اكسبيديت أو اكسبيديشن لملفي الناس اللي ما بتعرف شو هو الاكسبيديت زمان قبل وقت الكورونا يعني 2020-2021 كانت بعض الشركات أحيانا تخاطب بعض السفارات إنه فلان في البلد الفلانية ورقه جاهز وإحنا محتاجينه الزلب مقدم عن طريقنا ورح يدخل أمريكا يشتغل مع مستشفى عن طريقنا إحنا فرجاء فلان من دون كل الخلق سرعوا معاملته علشان إحنا عندنا نقص كبير بهذا المستشفى أو بهذه الولايات هذا اللي كان يصير قبل ثلاثة أربع سنين تقريبا في بعض الولايات زي نيويورك مثلا كان عندهم عشرات الآلاف من الحالات أو في الفلبين أو في الصين أو في أي مكان في العالم فكانوا أحيانا بعض الشركات تبعث لبعض السفارات حول العالم إنه فلان وفلان فلان هذول الأربع والخمسة سرعوا معاملاتهم من دون كل البشر لأنه أصلا كانت وصلت اللقم للثم والمفروض صنعهم ستة شهر مقابلين هذا الحكي كان أيام الوباء أيام كورونا هسا لا في وباء ولا في كورونا كيف بدك تعمل تسريع لمعاملتك فهمني طبعا الكل بسأل ليش أمريكا معقد الشروط وليش كل سنة عن سنة الامتحان بصير أصعب وليش كل سنة عن سنة اللي فطرة الانتظار بتصير أطول خلس هم هيك الجماعة شغالين على ستاندرد عالي جدا ومش ممكن يتنازل عن هذا الستاندرد لأي سبب إن كان وبالعكس الستاندرد هذا كل ثلاث أو أربع سنين بارتفع أكثر المتطلبات بتصير أصعب والامتحان بصير أصعب والأوراق اللي بيطلبوها بتصير أكثر لأنه كل ما واحد تقدم قبلك عامل فيهم نحفة أو كذب عليهم بدهم يطلبوا ورقة من اللي بعده تثبت إنه هذول الناس مش رح يكذبوا عليهم نفس الكذبة فشغلة إنهم سهلوا الإجراءات ما رح يسهلوا عشان هيك أنا تذكرت هذول الكلمتين اللي حكيتهم لما قرأت هذا السؤال لماذا لم تسرع أمريكا أو تسهل الإجراءات للممرضين خاصة وقت جائحة كوفيد-19 شوف الجواب من ثلاث أو أربع شقوق الشق الأول أمريكا فيها ستاندرد عالي لو كل الأوبئ اللي في العالم ضربت أمريكا في ساعة واحدة مش رح يتنازلوا عن معاييرهم القاسية جدا في تعيين الممرضين لأنه هاي أرواح ناس بين إيديك مش حالة واحد بيقدر يشتغل عندهم هاي نقطة لأنه الأبحاث أثبتت إنه كل ما قسرت بشغلك أو كل ما ضغطت على الممرض كل ما زادت حالة الوفاة أو كل ما زادت المضاعفات اللي بتعرض لها المرضى فلا يمكن يتنازلوا عن معاييرهم القاسية شو مكان النقطة الثانية لما يحتاجوا الممرضين أولا بنظروا للممرضين الموجودين جوا أمريكا هل ممكن يسدوا النقص هذا ولا لا فهم لما صارت الجائحة فعليا نظروا إلى الممرضين الموجودين داخل أمريكا وما قصروا معهم وكفوا وزادوا ليش مثلا أنت ممرض بتدرس مجسير أو دكتوراه من ضمن دراستك فيه إش اسمه الـ Optional Practical Training يعني في عندك تدريب عملي لما تكون تدرس سنتين مجسير أو سنتين دكتوراه فيه سنة بتقدر تنزل فيها عملي لما صارت الكورونا مددوا السنة هاي صار كل واحد بقدر يتدرب سنتين وانت لما تتدرب مش راح تقعد تتفرج على المرضى وتكتب كير بلان راح تساعد الشباب في الشغل طلاب التمريض اللي هم البكالوروس اللي كان وصل للسنة الرابعة ضي اللي سنت شهروا بتخرج شافوا هذول الطلاب قالوا لهم اللي فيكو خلص خمسين بالمية من السيميليشن أو التدريب العملي تبعه المواد العملي البني آدم اللي صار مخلص نصها بيقدر يأخذ رخصة عمل مؤقتة وينزل على المستشفيات يشتغل وبهو خضرات بزي وزي أي موظف ثابت وبدون ما يقدم إنكليكس حتى رقم ثلاث الممرضين اللي كانوا متقاعدين في هذه الفترة قالوا لهم اللي كان متقاعد مسموح له يرجع للشغل واللي كان عنده رخصة انتهت ونسي يجددها مسموح له يرجع للشغل بدون ما يجدد رخصة ولا يدفع رسوم ولا يعمل أي شي بعدين من يتفاهم على هالقصص لأنه إحنا فيه وقت وباء فهم الناس اللي جوا كفوا للجائحة وزيادة ليش يجيب ناس من برة وبدل ما كان طالب منه مئة ورقة يخليهم ورقتين ثلاث وبدل ما كان بده يخليه يستنى سنتين يخليه يستنى شهر ويظل جاي لا اللي عندي بيكفوا وهذا اللي كنت بدي أضيفه على الموضوع لما شفت سؤال الثاني سؤال البعدي بيقول لك هل المستشفيات أصبحت بحاجة أصلا وقت الكورونا الجواب طبعا لا وهذا الجواب رح يصدمك مستشفيات أمريكا صح إنه صار فيها مئات الألاف من المرضى خلال جائحة كورونا لكن اللي صار إنه وقت الجائحة لغوا كل العمليات غير الطريعة فأصبحت أقسام العمليات شبه فارغة اللي بده عملية صغيرة بده كيس دهن اللي مش عرف شو أشياء بتتأجل هاي تأجلت إلى أجل غير مسمى إذا ما كانت العملية إنقاذ حياة ما بتنعمل رقم اثنين الطوارئ ممنوع يجي المريض على الطوارئ إلا اللي قاعد بيموت تقول لرشح إن في الونزا كوعي بحقني ما رح يستقبلوك ثالثا الشعب نفسه بطل يروحوا على المستشفيات خصوصا الطوارئ لأنهم خايفين يجيهم كورونا أو ينعدوا بالمرض فإنت أصلا كنت تحط عشر ممرضين بقسم عشان يمشوا ميت مريض عسى العشرة بشوفوا عشرين مريض معناته اثنين بيمشوا القسر فعليا الشغل قل للربع أو أجل من الربع ليش أقول عن حالي أنا مضطر وعيّ الناس بدون شهادة بدون رخصة وبدون ما أشوف بفهمه ولا لا تفهمت كيف الصورة؟ عشان تفهم الوضع تخيل إنه ولاية كاليفورنيا على سبيل المثال في يوم من الأيام في عز الأزمة في عز الجائحة ولاية كاليفورنيا اللي عدد سكانها أربعين مليون كان كل المستشفيات تبعة الولاية فيهم تسعمائة مريض فقط معهم كوفيد ودخلين أقسام آي سيو من بين أربعين مليون تسعمائة مريض محتاجين آي سيو بس من بين كل اللي صار معهم كوفيد في نفس الفترة كانت ولاية أهايو مثلا اللي فيها 11 أو 12 مليون كان فيها 27 مريض فقط دخلين أقسام آي سيو بسبب كوفيد فأنا عندي من بين كل مليون واحد بدخل المستشفى أعين خمسين ألف صفين على الدور بدون ما أشوفهم معهم ورق ولا لا دفع رسوم ولا لا وأنا أصلا مش محتاج ممرضين ليش تفهمت الصورة اللي عنده أي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات نعمل جزء ثاني وثالث ورابع من هذا الفيديو ما في مشكلة ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس تأكد أنه الكل عشان كل ما ينزل فيديو يوصلك إشعار أنه محمد ناصر نزل فيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته